السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب عملينا يا رب تكونوا بخير معاكم عصام عاوني وفيديو جديد من فيديوهات FC موبايل وقبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تصلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كمان ما تنسوش تدعو لإخواتنا في فلسطين ربنا ينصرهم ان شاء الله فيديو جديد بعد غياب واسف على فترة الغياب اللي فاتت كان عندي مشكلة في التليفون بتاعي البطارية بتاعته تقريبا كانت بايزة واخدت وقت ما الموضوع ده تصلح او تزبط وان انا اقدر اعمل فيديو جديد وتعالوا بقى في فيديو جديد استكمالا لبطولة يوتيوبرز العرب اللي بدأناها من بداية شهر رمضان واسف طبعا ان الفيديو ده تأخر على ترتيباتنا مفروض الفيديو ده كان نازل من خمس ايام فاته وتعالوا بقى نشوف بعد ما صعدنا من المجموعات اربعة واربعة كان مفروض ترتيب المجموعات هيكون قلقاتي اول مع رابع تاني مع ثالث وثالث مع ثاني ورابع مع اول يعني كان مفروض انا هلاقع بعمر الجندي لكن الناس قالت او احنا اتفاقنا مع بعض ان احنا هنعمل الموضوع ده قرعة وتعالوا نشوف القرعة اللي عملها لنا عمر وقعت مين مع مين عشان انا اتصدمت من القرعة لما نزلت ورقة مكتوب فيها عصام عوني تمام وهنا كانت المفاجأة لان انا واحمد الجزار اوائل المجموعات يعني احنا الاثنين مرتبين اول على كل مجموعة فان اول يلاعب اول كده يعني بالنسبة لنا كانت شايف ان فيها شوية ظلم لكن طبعا احنا رضينا كلنا بموضوع القرعة ده فخلاص بقى مفيش زعل هي الفكرة كلها ان اول هيلاعب اول وهي دي بس المؤلمة شوية ان واحد هيطلع بدري من الاثنين اللي تصنفوا على المجموعات فتعالى كده بقى نشوف الموتشين بتوعي انا واحمد الجزار واحمد برضو من الناس اللي فرقها قوية جدا يعني الراجل برضو الفريق بتاعه اوفر مية واثنين زي فريقي هو طبعا عمل تشكيلة الهد اقل شوية من الاوفر لكن الاوفر الاساسي بتاعه مية واثنين نفس الاوفر بتاع فريقي طيب تعالوا بقى كده نشوف موتشو ان شاء الله الموتش ده يعجبكو عشان نشوف مين هيتأهل من دور التمانية لدور الاربعة ان شاء الله كمان هنزل لكم ان شاء الله المواجهات اللي بعد كده او القرعة وقعت مين مع مين بعد كده في المواجهة بتاعت دور الاربعة عشان ما طولش عليكم يلا كده نشوف الموتشو ونبدأ كده مع بعض الكرة طبعا كانت مع احمد هو بيحاول جبني هجمة من تحت لكن كنت بحاول بقدر الامكان ان انا نقفل عليه المساحات ان هو ما يجريش او ان هو ما يحاولش يلاقي مساحة يلعب فيها الكرة طبعا زي ما انتم عارفين انا كل موتش مش عايز يعني افضل اشتكلكوا من اللاج بتاع موتشوات الفرندلي لكن حرفيا الموتشوات دي بتبقى فعلا مش كويسها خالص الموتشوات دي بتبقى متعبة وفعلا احنا البطولة دي فيها ناس حريفة جدا لكن للأسف مع وجود اللاج اللي زي ده كده او وجود مسلا السكريبت اللي هو بيبقى موجود دايما في موتشوات الفرندلي هتلاقي غصب عندنا الموتشوات ما بتطلعش احسن حاجة كلنا بنلعب افضل من كده بكتير لكن طبعا طبعا كمان مع وجود التوتر ووجود العصبية ان انت طبعا عايز تكسب او عايز تبان بافضل منظر او بافضل شكل بيبقى الموضوع بالنسبة لك رخم شوية طبعا هيا كنت بحاول اعمل ارتوب مسي لكن كان فيه بلوك طبعا احنا متفقين ما فيش عرضيات من الرفعات ما بنرفعش الكرة خالص وبنحاول نلعب بقدر الامكان الكرة على الارض من غير اللعبة ارضيات بحيث ان احنا يعني اللي بتفرج علينا يحاول يتعود على اللعبة النظيف ويعرف ان اللعبة النظيف عموما افضل بكتير هو هنا بيحاول يعمل طبعا هاجمة باذاك افلت عليه بلوسيو لكن هو سدد للأسف في شكل سيء فاندر سارشالها وهنا باص غريب جدا من رونالدو كرة رجعت للمهاجن بتاعه حطها يعني لما شفت الباص في الاعادة انا مش عارف ايه ده يعني ايه اللي عيب يلف بالمنظر ده كده ويباصي كرة للمهاجم جوة المنطقة فبصراحة يعني حاجة عكس توقعات او عكس زي ما احنا بنقول كده الواقعية بتاعت اللعبة لكن طبعا هدف حلوي يعني مش وحش هنا حاولت طبعا ان انا اردله على طول الكرة والحاق اتعادل لكن هو عمل بلوك هنا في اخر لحظة بالمدافع وفندر سار مسك الكرة طلع هو على طول عند مبابي وبيحاول يبني هجمة مرة تانية طبعا هو متقدم واحد سفر عليا المطشاط دي يا جماعة والله العظيم بيبقى فاكمية التوتر رهيب جدا والرجل مش مش راجل متصدر مجموعته يعني مش اي كلام وراجل بلعب كويس جدا تمام انا كمان ما بحبش يعني اي حد يلاقيه بحطت ايزاج في الهجوم كده ما بتفائلش بحس يعني ايه موضوع ايزاج ده رخم شوي ايزاج بصراحة بتحسه هكر كده في الملعب مش طبيعي يعني لكن خلينا كده الشوطة اللي اللي نخلص واحد سفر ليه فانحاول نمسك كورة شوية ونهدى فزاي ما انت شايفين كده انا بحاول ان الكورة بهدوء احاول ان انا امسك كورة اكتر من ان انا اه انهي بسرعة انا من النوع على فكرة اللي بحب انجز في الهجمة جدا ما بحبش اه اطول يعني دي كورة عديت فيها برونالدو وسجلت على طول في البعيدة الهيل توهيل من المهارات الحلوة جدا للمهاجم لكن يا جماعة انا بشوف ناس مش يعني مش بتستخدم الهيل توهيل بشكل عادي في ناس مدمنة يعني مدمنة هيل توهيل يعني ما بيعملش حاجة في حياته اصلا غير انه بيلعب هيل توهيل حتى لو هو بيجري في اي حتة لو في نص الملعب بيعمل هيل توهيل طبعا ده مش صح يعني كل المهارات على فكرة كويسة وكل المهارات لها وقتها يعني فيه بقى فيه اللين التشينجة مثلا اللي هي تغيير المصار دي هيل توهيل رولت كل المهارات موجودة كلها لها فايدة وكلها لها نفع فس في اوقات معينة فيه ناس بتاخد المهارة بيعمل بها سبام يعني بيسبام بالمهارة ودي حاجة ما بتبقاش كويسة بصراحة زي اللي بيسبام عرضيات بالزبط فيه واحد اللي هي مسك الكورة باللعب وعمال شغال هيل توهيل او شغال مثلا بيحاول ان هو يعمل مثلا لين التشينجة او تغيير المصار باستمرار وبتعدي يعني فيه كور بقى بتعدي كده كوسة كده فتلاقي الكورة بتعدي بصراحة بتبقى حاجة مستفزة ليه ما تلعبش كورة وتنقل كورة من رجل للرجل طبعا انا جبت الجون التاني بمس مالديني ساعدني فيه بصراحة وقالت قطر خير الراجل يعني هو هنا بيحاول يرد الكورة وازاك لكن فندرسار بصراحة عالمي وكمان يعني التزديدة مش احسن حاجة وهي التزديدة تقريبا راحة في نص الجون شوية طبعا لما بتبقى الكورة ماركونة في البعيدة على الارض بتبقى صعبة جدا هنا طبعا زي ما انتم شايفين كده انا بشتت انا بحاول ان انا بصه يعني ايه بحاول اقفل اكتر ما انا اضغط يعني بحاول ان انا اقفل عليه المساحات طبعا انا هنا واصق ان هو مش هيلعب عرضية فدي بتبقى حتة امان شوية ان انت تقفل على الباص او تقفل على الترئيس لما انت بتبقى بتلعب اصد واحد بيلعب نظيف او انت وهو بتلعبوا لعب نظيف على فكرة الدفاع ما بيبقاش صعب الدفاع بيبقى اسهل بكتير عكس بقى اللي بيزبق معرضيات والكلام ده ما بتبقاش حاجة حلو هنا ميسي خلص بالتالت وقلت يعني الحمد لله يعني الى حد ما نتيجة مرضية بالنسبة لي في الماتش الاولاني لسه يبقى في الماتش تاني واحاول ان انا احاول بفرق الهدفين ده ان انا امشي الماتش في صالحي طبعا احنا ما فيش عندنا تضيع وقت ما عندناشو اللعب اللي هو الوحش فامشي الماتش في صالحي بالكرة الكويسة وان انا برضو ادافع كويس ان انا احاول ان انا ما يخشش فيه اكتر من هدفين بحيث ان انا افضل محافظ على الفرق هو احاول يرجع لكن للأسف هو اتأخر جدا وفات المعاد وفندرسورد مسك اخر كرة وحاولت ان انا اطلع بالهجم الاخيرة لكن الحجم صفر عشان ينتهي الشوت الاعلاني 3-1 والحمد لله دي كانت نتيجة في صالحي ونشوف نتيجة الشوت التاني هنبقى عامليني ازاي طبعا انا بكلمكم يا جماعة انا بلعب الاول على المجموعة بي يعني الراجل ده واخد 16 بوينت من اصل 18 انا واخد 15 بوينت من اصل 18 كسبت 5 واخسرت 1 وهو كسب 5 واتعادل 1 يعني ما تهزمش ولا مباراة في المجموعة بتاعته ودي حاجة كويسة جدا كمان المجموعة بتاعته كانت فيها ناس جامدة فيها سابيو وكانت فيها متادور يعني معاه وعمر الجندي مش عايزة نسحد والله معاه سالم ومعاه برضو مين تاني انا مش مركز بس كمان وانا بسجل الفيديو في الاسامي فمش عايزة نسحد دس مجموعته فيها ناس كويسين جدا كمان معاه عادل دراجون كان معاه المجموعة بتاعته كانت حلوة جدا فيها ناس اقوياء جدا والراجل ده قدر يتصدر المجموعة فهنا ده كانت بداية الماتش التاني واللي برضو زي ما انت شايفين كده اللاج دايما برتقاني ما بينزلش العضر انت عمرك ما تشوفه ماتشات الفرندلي يعني الماتش يقدر طبعا احمد انا الراجل قطر خيره انا بعذره والراجل ده بيلعبه هو في الجيش فقطر الف خيره ان هو برضو يعني قادر ان هو آآ يلعب او كده انا برضو عذره هو كان في اجازة لكن الراجل بقاله مدة ما بيلعبش اللعبة فممكن ده مش احسن حالة ليه او هو مش في افضل حالة ليه فممكن لسه بعيد شوية عن آآ جو الهدوهد او ان هو يكون بيلعب باستمرار الهدوهد يا جماعة على فكرة مش حرفانة بس الهدوهد عايز استمرارية عشان توصل لللا واقعية بتاعت اللعبة ان انت تكون بتلعب وعارف مسلا ان انت لو شط من هنا واللعب في الوضعاء الغلط دي هتروح برضو هي دي بقى حتة ان انت عارف ان في حاجة واقعية وانت بتلعب الكرة دي ينفع تخش وفي حاجة تانية غير واقعية ان اللاعب ده لو معوك برضو وانت شطها برضو هيدخلها انا ما عرفش اعمل الحتة دي خالص انا بلعب لعبة واقعية جدا عارف ان انا مثلا عشان اشوت الكرة لازم ازبط جسم اللعب الاول واعمل ارتوه مثلا في البعيدة وهكذا لا في لعب تاني بتباصي وهو واقف في ظهره لجون بيروح مسدد والكرة بتلف وتروح يعني عارف انت اللي هو ايه حاجة كده مش مزبوطة اصلا حاجة تحس كده مش يعني ايه مشوهة ومع ذلك الناس بتبقى عارفها مين يقدر يعمل الحاجات دي الناس اللي هي تقريبا بيقعد في اليوم تمن او تسع ساعات يلعب هدو هد هو بس اللي يقدر يعمل الحاجة دي هو بس اللي يقدر يبقى عارف اللوقعية بتاعت اللعبة وبيقدر يستخدم ده دي بتبقى حاجة عاملة زيجلتشات كده بس صغيرة يعني مش جلتشات مستفزة بس يا بتبقى طبعا في الاول وفي الاخر عب جن بلاي وهو بيستغله اه فانا مش ما بعرفش اه اعتمد على اللوقعية دي خالص او انا ما بلعبش كتير اصلا في اليوم يعني بكتير او ممكن الالعب سبع اتمن ماتشات ده اخري انما في ناس حرفيا بتقعد بالخمس ست ساعات هدو هدو متواصل الناس دي حفزت كل حاجة في اللعبة يعني حفز او عارف ان اللعب يتحرك كده لوحده فعمياني هو بيباصي دي بعيدة عن الحرفانة هي تعود تعود طبعا الماتش ده صعب جدا وانا كنت بحاول اقفل على قد ما اقدر يعني بحاول اقفل اكتر ما بهاجم بحيث ان انا ما استقبلش هدف او على اقل لو استقبلت هدف ما استقبلش التاني فانا بدافع كويس وبحاول ان انا العب ان انا اخطف هدف مش اكتر بس انا برضو زي ما قلتلكم نتيجة الماتش الاولاني كانت مطمنون شوية تلاتة واحد مع ان ما فيش يعني ايه ما فيش امان في اللعبة انت ممكن تكسب والماتش اللي بعده تتغلب اربعة صفر عادي لكن الى حد ما حاولت ان انا عمل توازن وان انا استغل النتيجة بتاعت ماتش الزهاب والعب ماتش حلو وخلاص من غير مخسر او من غير مخسر بفرق اللي خرجني من البطولة زي ما انت شايفين كده دي كرة انا استغلتها وسجلت الهدف الاول بحرفانة من جينولا زي ما يعني هفضل اقول وعيد ان جينولا واحد من افضل افضل ايه هو افضل ولو لعبته كمان مش بعيد انت نفسك تقول عليه ده افضل في اللعبة يا جماعة والله اللي ما اجربش جينولا انت لو مش هتقدر تشتري النسخة دي نسخة التلاتة وتسعين جبارة انا بالنسبالي واحد من افضل افضل الكروت اللي اتعملت السنة دي في اللعبة يعني اتحط كده مسلا في خانة الواحده هو مسلا ممكن تحط معه مسلا رونالدو الزاهرة تحط معه كارت مثلا بابي تحط معه مسلا ايه كروت كده ايه في كروت كده ايه جلتشات تحس ان الكروت دي ايه ملهاش مسيل او ملهاش تعويض الكارت ده ملهاش تعويض هو هنا طبعا رد بهدف جامد جدا باورشوت برونالدو وتعادل معي واحد واحد ولسه بدري يعني لسه دقيقة تمانية وستين فعشان هو يجيب جنين الموضوع طبعا مش هقول لك سهل لكن وارد جدا ان هو يجيب جنين فانا كان لازم هنا احاول ان انا حافظ على رتم الماتش وحافظ على الهدوء ورتم الملعب ان انا امسك كرة هحاول ان انا اخطف هدف تاني فكنت بحاول انقل الكرة من رجل الرجل بس يعني زي ما انت شايفين كده بحذر شوية هنا طبعا جات لكرة المسي لكن معرفش انا شطها تصرعت قوي الكرة دي برضو بكافو انا شط على طول بس معرفش ما شطش ليه والله العظيم يعني ساعات بتحصل حاجات غريبة لكن اللاك طبعا في الماتشوت دي زي ما اتفقنا بتظلم اللي اتنين يعني بتظلم اللي بيلعب بتظلم اللي بيلعبه ضد بعض فمش هتشوف احسن حاجة في الماتشوت دي لكن ده مش الهدف من البطولة والله الهدف من البطولة زي ما قلتلكوا قبل كده الترابط ان احنا نبقى رايبين من بعض نهزر مع بعض كمان البطولة فيها افادة او واستفادة للمشتركين بتوع القنوات دي والمتابعين زي ما قلتلكوا في عشرين ستار بوس هيتوزعوا برعاية مستر ياسر شفيق او مهندس ياسر شفيق هو الرعي الرسمي البطولة اونر ليج عرب ستار في عشرين ستار بوس هيتوزعوا على الاربعتاشر قناة ان شاء الله هيتوزعوا على المتابعين بتوعهم والكلام ده ان شاء الله هيكون ممكن في العيد او بعد العيد على طول على حسب ما هنزبط الدنيا كده ونتفق وبس دي كانت نهاية المتابعين التاني ومجموع المباراتين كده اربعة اتنين وتأهلت لدور نص النهائي يعني دور الاربعة ودي كانت القرعة انا وقعت مع ويجا انا لعبت ويجا طبعا في دور المجموعات وكان ماتشين جمدين جدا 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 فالقرعة كمان وقعتني معاه تاني في دور الاربعة فاستنوا ان شاء الله بكرا فيديو جديد لمتابعين نص النهائي بيني وبين ويجا اشوفكو على خير في فيديو جديد سلام ويجا هاي لاعب قصوم عوني شكرا